في ظل التوتر الأمني والتصعيد الجبهة الداخلية تقوم بإصدار تعليمات للمواطنين سكان المناطق التي تتعرض لرشقات صاروخية من قطاع غزة حفاظا على سلامتهم ومنع تعرضهم لأضرار وإصابات للحديث عن هذا الموضوع نستضيف الكولونيل احتياط شمس أبو فارس قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية أهلا بك معنا أهلا بك يا أخي معاد وبجميع المشاهدين نعم سمعنا قبل قليل في الموجز الإخباري أن إسرائيل وقفت وقررت وقف إطلاق النار ولكن للحذر والحفاظ على سلامتنا ما هي التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية والتي لا تزال سارية المفعول حتى اللحظة أول شيء ساعة في انتين حطينا تعليمات بالنسبة إلى 48 ساعة ونحن مستمرين فيها حطينا على غلاف غزي على النقب المركزي الجنوبي والشمالي بالنسبة للتعليم ممنوع التعليم بالنسبة للتجمهر التجمهر مسموح حتى 10 أشخاص في منطقة مفتوحة أو حتى 100 شخص داخل مبنى بالنسبة لغلاف غزي حتى 50 شخص داخل مبنى وين ممكن نصادف هذا الشيء؟ في الأفراح نحن اليوم في الجمعة يوم الجمعة نحن في موسم أفراح فلذلك نتوجه عبر هذا المنبر للجميع الرجاء الحفاظ على الحياة الهدف من تعليمات الجبهة الداخلية هو أن نخفف من احتمال الإصابة وإحتمال الأذى ولذلك نضع هذا التجديد الذي نضعه وعبر هذا المنبر نتوجه للجميع اللي عنده فرح قال لي حفظ على الحياة بلاش نتجمع حتى ما نزيد الخطورة على حياة الناس والشغل الثالث هي أماكن العمل أماكن العمل مسموحة نروح على أماكن العمل فقط في حال أنه في عنا مكان محمي اللي هو مبني حسب المواصفات وحسب المعايير الهندسي الهدف من هاي نحن نعمل تقييمات للأوضاع وحسب هاي التقييمات نحن نعطي هاي التجديدات وهاي التعليمات وهي سيارة المفهول زي ما حكينا حتى ثمانين كيلو متر من غزة اللي هي غلاف غزة النقب عم نحكي على تل السبع عم نحكي على بئر السبع عم نحكي عن راهط يعني وفيه مصطلح مهم جداً نحن لازم نعرفه معاد هو الفترة الزمني المتاحة لكل شخص حتى يقدر يوصل ويختار المكان المحمي مثلاً إذا نحكي عن راهط نحكي عن 45 ثاني إذا نحكي عن بئر السبع نحكي عن دقيقة اللي عندي وقت حتى أقدر أصل على مكان محمي نعم يعني كيف ذكرت أن تقوم الجبهة الداخلية بالتصنيف المناطق الخطرة والتي من الممكن أن تتعرض لسقوط صواريخ حسب المدة الزمنية أو البعد نعم نحن البلاد مقسمي لحوالي 35 أو 36 قسمي اللي هي موجودة وكل بلد أو كل منطقة جغرافية في لها زمن فترة زمنية محددة لدخول إلى المكان المحمي كيف أنا بقدر أتعرف على هاي الفترة كيف بقدر أعرفها بقدر أدخل على بوابة الطاولة الوطنية بقدر أكتب اسم البلد تبعته وإنك بقدر أعرف زي ما حكينا مثلاً أنه تل السابع معنا دقيقة ونصف هذا بتعلق حسب البعد عن منطقة الخطر نحن دائماً نأخذ الدرجة القصوى يعني إذا عندنا الخطر من طريق غزة أو من طريق لبنان مثلاً فنأخذ منين أقرب فهينا نستطيع أن نعرف كيفية الفترة الزمنية المحددة وحسب هذه الفترة الزمنية المحددة مطلوب مني أنا أخطط حياتي أخطط وخاصة في سلولة الحياة في وقت الطوارئ يعني إذا أنا ساكن في محل اللي هو عندي 45 ثانية فلازم المكان الآمن اللي أنا أقدر أصله خلال 45 ثانية كيف نختار المكان الأكثر أماناً سواء في البيت أو في أماكن العمل؟ ممتاز سؤال بسيط يعني سؤال مهم جداً وجواب عليه بسيط جداً أول شيء كل شخص بيقدر إلاقي المكان الأكثر أمان لإله كل واحد بيعرف بين هو يساكن بيعرف بين المكان الأكثر أمان عنده في بيته أول شيء عندنا سلل المفضليات أول محل أكثر أمان هو الغرفة المحصنة اللي بسموها بالعبري المماد اللي هي مبنية بحسب الموصفات الهندسية والمعمارية فيها حديد ويعني فيها معايير معينة هاي أهم شيء يعني من الواحد وتسعين وجاي كل واحد لازم يعمر بيت لازم يكون عنده هاي الغرفة المحصنة واللي ما عنده هاي الغرفة المحصنة اللي ما عنده هاي الغرفة المحصنة فيه عندنا أول شيء أول شغلة هي ممكن يكون فيه ملجأ طابقي أو مكان محصن في نصف الطابق اللي ساكن في العمارات واللي ما ساكن في العمارة ممكن إحنا نختار غرفي داخلية فيها أقل عدد من الجدران الخارجية أقل عدد من الفتحات ما يكون فيها كراميكا ما يكون فيها كثير زجاج لأنه إذا صار فيه ارتجاج من وقوع قذيفي ممكن كمان الواحد ينصاب من هاي الشغلي فلذلك هل سلم الأفضليات الموجودة عندنا وآخر شغلي هي إذا أنا موجود في المنطقة مفتوحة إذا أنا موجود في المنطقة مفتوحة وما عندي إمكاني أنه أدخل إلى مبني أحتمي فيه أكثر حتى أعزز من حماية تبعتي فبإمكاني أنه أستلقي على الأرض تماما المسجلوس إنبطاح خليلا نسميها استلقاء تماما على الأرض لماذا؟ لأنه لما بيوقع الصاروخ لما بيوقع القذيفي الشضايا اللي بتطلع بتطلع على فوق إلى أعلى يعني ولما أنا بأستلقي على الأرض وبغطي راسي في إيدي فبأقلل احتمال الإصابي تبعتي في 90% بقلل من احتمالي الإصابي زي ما حكينا نحن دائما نبحث عن التوازن الموجود بين سيورة الحياة وبين استمرار الحياة مع الخطور الموجودة وذلك نحن دائما نختار الشغلة التي تقلل أكثر من احتمال الإصابي ولذلك يجب أن نبطح أرضا ولذلك نحط إيدينا على رأسنا حتى نمنع أو نحافظ على رأسنا من الشرايا اللي ممكن تطلع من هذه القذائف نعم في حال سماع صفرات الإنذار ماذا علينا أن نفعله خلال أي مدة من الوقت يعني كل واحد كيف ممكن يعرف قداش الوقت المحدد للمنطقة اللي هو ساكن موجود فيها أول شيء في قلالة الجابة الداخلية اليوم يعني التقنيات الموجودة عندنا نقدر نوصل التنبيه لكل شخص وين هو موجود في بيته وفي قريته يعني الجهاز ألاجة زبعتنا كثير دقيقة فأول شغلي بطلب من الجمهور أول شيء نحمل تطبيق إجابة الداخلية تطبيق إجابة الداخلية هو نقوس الخطر تبعي موجود معي دائما وين أنا موجود يوصلني بتلقى تنبيه أنا موجود في منطقة خطيرة علي أن أعمل واحد ثلاثة ومعي كمان الفترة الزمانية المحددة لإلي فلذلك أهم أول شغلي حزب رأي الواحد لازم نعملها عندنا كثير تطبيقات على التلفون تطبيق بعمل هيك وتطبيق بزمين أكل وتشتري أكل فخلينا ننزل تطبيق اللي بنقذ حياتنا تطبيق اللي عبره شو الخاص فيه هذا التطبيق وين أنا موجود بيبعث لي التنبيه ويقول لي أنت موجود في خطر لازم تنبه لحالك لازم تعمل هيك 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 فلذلك خلينا ننزله وهو موجود مجانا على حوانيت على الجوجل وعلى أبل وعلى أبل ستور بالنسبة للفترة الزمانية المحددة زي ما حكينا بنقدر نفوت على بوابة الطويلة الوطنية إسا عن طريق الهاتف الخلوي بنكتب اسم البلدة تبعتنا بقول لك 5 أو 40 ثاني بقول لك دقيقة حزب أنت وين المتواجد كيف يمكن للمواطنين متابعة تعليمات الجبهة الداخلية وكل ما يصدر عنها أول بأول وخاصة الحتلني يعني موضوع أنه ممكن أنا مسافر على الطريق وسمعت سفارة الإنذار ما لازم أعمل وأنا في السيارة أول شيء نعمل تقييمات للأوضاع ودائما نطلع في تعليمات عبر منابر الإذاعة عبر صفحة الفيسبوك عبر بوابة الطوارئ الوطنية عبر جميع الشبكات نحن متواجدين دائما حتى نعطي هذه التعليمات إذا نحن موجودين في السيارة أو جدا ما حكينا إذا معك تطبيق انت ضامن أنك يوصل لك التنبيه وين ما أنت موجود إذا أنت موجود في السيارة أول شيء إسا في سريرة الحياة إسا نحن موجودين فيها يعني بعقاب هذا الوضع الأمني خلينا أخطط يومي قبل ما أبلشو يعني هل أنا ضروري إسا أروح على هاي البلد الموجودة في خطر هل أنا بقدر أجل المشوار فبعي لبعدين هاي أول شغلي إذا أنا مجبور أروح فإذا نزلت تطبيق جابة داخلية فرح يوصلني التنبيه إذا أنا موجود في السيارة ويمكن كمان يوصلك حسب الراديو يعني عندنا كثير تقنيات وعندنا كثير أدوات اللي هي بتبث التنبيه تبعنا بس خليك خليك خلي معك التطبيق مهم جدا إذا أنا ما عش في السيارة ماشي بالسيارة وتلقيت تنبيه بوقف السيارة على جنب إذا عندي إمكانية أدخل إلى مبنى هيك بعزز من حماية تبعتي بس إذا ما عندي كمان إمكانية إنه أدخل على مبنى فبإمكاني إنه أوقف السيارة على جنب أنزل منها بأمان حتى ما أعرض نفسي للخطر من الحركة السير بنزل على جنب وزي ما حكينا القانون إذا أنا وجدت منطقة مفتوحة بس تلقي على الأرض تماما وبغطي رأسي حتى ما يوصل عليه شضايا هناك من يستهترون بالتعليمات ويعتقدون إنه غير معرضين لأي خطر أش بتقول لهم؟ أقول الشيء أنا أيمن بس بقيت عمل محاضرات عن الطوارئ بخير تحكي عن نأمة النسيان ولا هاي الشغلة مش راح تصير معي أول شيء إحنا ناس نؤمن بالقضاء والقدر مزبوط بس كمان بنقول إعقل وتوكل إعقل وتوكل فلذلك أنا يجب أن أعرف شو هي التعليمات لازم أعرف كيف أحفظ على حياتي بقدر كيف أعرف زي ما حكنا نتوجه لجميع الوسائل حتى نعرف عم نسمع كثير أخبار يمكن فيه وقف إطلاق يمكن ما فيه وقف إطلاق خليني دايما أكون جاهز ومهم جدا كمان نسمع بس من مصدر موثوق منه بس مصدر موثوق منه أو قيادة الجبهة الداخلية أو قناة مثلا اللي هي قناة رسمية حتى من هناك بس أسمع التعليمات ما أسمع الفيك نيوز هاي اللي مبثها بس مصدر موثوق منه نعم خلينا بس للتوضيح هيك الكولونيل لإحتياط شمس أبو فارس خلينا للتوضيح تعطينا لحد إستأش التعليمات الموجودة يعني خاصة أنت ذكرت أهلنا في النقب لهني هيك أكتر عرضة للوضع القائم ما في تعليم أول ما قلنا لا يوجد تعليم ما في تعليم إحنا اشتثنينا التعليم الخاص بس التعليم العادي ممنوع بتاتا في كل أطرد ممكن بكرة السبت ما في تعليم بس في بعض المنطقة ممكن أن يكون فيها تعليم فممنوع التعليم الشغلة الثانية هي التجمهر حكينا على التجمهر كما قلنا موسم العراس في منطقة مفتوحة فقط حتى عشر أشخاص يعني اللي عنده عرص عنده مشكلة لازم يعرف كيف بده يدبر هذا حتى ما يعرض الضيوف تبعوض الخطر وفي داخل مبنى حتى مائة شخص يعني ممكن هو يقسم الوجبة العشاء اللي عملها يعني يحكي إسا مع الناس حتى ما يجوا ويكونوا في نفس الوقت ويكون داخل داخل مبنى والشغلة اللي حكينا عنها كمان شغلة أماكن العمل أماكن العمل لازم يكون فيها مكان محمي معياري حسب المواصفات بس إذا عندي هاي الشغلة أنا بغضر إيجاع الشغلة عشان إذا كان في صفارة أو إذا كان في تنبيع أقدر أدخل عليه وأنقذ نفسي كلمة أخيرة ترغب بتوجيهها للمواطنين بشكل عام متواجهة للجميع المقول هيك أول شيء المعرفة هي قوية خليني أعرف أنا كيف بنقض حياتي وحياة الإقراب علي والعززين علي خليني أجهز نفسي من اليوم من اليوم أعرف قديش الفترة الزمني المحددة الموجودة عندي وهيك أخطط وين أنا بيتي وين المحل الأكثر أمان لعندي في شغلة وين المكان الأكثر أمان وين أولادي بكل موجودين إذا عند أهلي عند أرامي عند أرسيلي فلذلك هاي الأشياء البسيطة ونفكر في التواري ونفكر فيها خمس دقائق ونعملها وأكيد نتلقى تنبيه ندخل إلى المكان الأكثر أمان ونظل هناك عشر دقائق المكوث في المكان المحمي عشر دقائق عشان ممكن يكون فيه شضايا ممكن توقع من التصدي لصقوبات حديدية أو شغلة نزائفة لذلك يجب أنه المكوث عشر دقائق داخل المكان المحمي نعم البرمجة والتخطيط ممكن أن يساعدوا في إنقاذ أنفسنا وأقربائنا والناس القريبة على قلبنا الكولونيل احتياط شمس أبو فارس قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شكرا لك على هذه التعليمات والنصائح المهمة ونتوجه لكافة المواطنين بالالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم راح نطلع لفاصل ونواصل ترجمة نانسي قنقر